السلام عليكم أعزائي المشاهدين حياكم الله في حلقة اليوم سوف نقوم بمراجعة ميتقاب أو الشنيور الصيني قوي للمنزل أو الورشة فتابعوا معي فتح العلبة إذاً تجدون في محتويات العلبة الأشياء التالية إذاً أولاً دليل استعمال كتب وإرشادات زائد مفتاح لتتبيت الريش في مكانها وزائد كربون براش هذه الكربونات أو البراش تقوم باستبدالها بالتي تدواج الداخل الشنيور ولكن بعد مدة من الاستعمال وأخيراً لدينا الشنيور نفسه إذاً عند الاقتراب من الشنيور فهو يبدو من النوع القوي جداً في البلاستيك لا يبدو بلاستيك ردي فهو بلاستيك دو جودة عالية هنا نوع من الرابر والمطاط هذا الأسود ويأتي كذلك بالأزرار الاعتيادية يوجد سويتش هنا لتغيير اتجاه الدوران نضحظ ربما نجرب ويوجد زر هنا لتغيير السرعة وضعته على السرعة وضعته على السرعة الدنيا يمكن يزيادة السرعة كذا وزر السويتش لإقفال الحركة لاستمرار في الحركة إذاً أزرار الاعتيادية ثلاثة أزرار كما تلاحظون ومكان لتعليق الشنيور عند انتهاء العمل به لتدبيت الرياش في هذا الشنيور نحتاجه إلى هذا المفتاح ويعمل بطريقة عادية دورات قليلة ونقوم بشدة تم تثبيت الريش يمكنك البدء العمل بالشنيور إذاً سرعة هذا الشنيور متغيرة ويمكن التحكم فيها بواسط هذا الزر هنا السعال القصوي للريش الذي يقبله هذا الشنيور هو 10 مم الشنيور يأتي بقدرة 500 واط ويعمل بـ 220 إلى 140 فولت 50 يرتز إلى 60 الريش من 1 إلى 10 مم ودي السرعة 3300 دورة في الدقيقة وكما تشاهدون مادين تشينا وهذه المركة إنكو جاء كذلك في دليل الاستعمال أن أقصى طول للتقب في الحديد يمكن أن تقوم به بواسطة هذا الشنيور هو 10 مم يعني سنتمتر وواحد رغم أن هذا يتعلق بالريش أكثر منه بالشنيور وأقصى طول للتقب في الخشب هو 25 مم إذاً لنقوم بتجربة هذا الشنيور ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر بشيئب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإليك بعض النصائح خصوصا لمبتدئين في استعمال الشينيور عند تقب المعادن استعمل دائما سرعة منخفضة استعمل سرعة منخفضة لتتبيت واستخراج البراغي دائما عند استخراج أو تتبيت البراغي استعمل سرعة منخفضة إذا أردت عمل تقب كبير وخصوصا في المعادن ابدأ أولا بتقب صغير يسمى طيلوت هول ثم قم بتوسيعه باستعمال رياش أكبر إذا أصبح الشينيور ساخنا جدا قم بتبرده وذلك بتشغيله على السرعة القصوى وبدون جهد يعني دون تركيب أي شيء فيه وذلك لمدة 2 إلى 3 دقائق لكي تبرده المروح الخاص به إذن إذا كنت من محبي إنجاز العمال المنزلية بنفسك فأكيد ستحتاج إلى شينيور مثل هذا منزلي وكذلك ستحتاجه إن كانت لديك ورشة صغيرة في المنزل فهذا المتقاب سيفيدك كثيرا في تقبي الخشب والحديد وكذلك الإسمنت نفس الشيء بالنسبة لتتبيت وتفكيك البراغي إذن كان هذا كل شيء في هذا الفيديو إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بالزر لايك ولا تنسوا كذلك المشاركة في القناة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم